إسرائيل وضعت إشارات واضحة ومباشرة حول طبيعة العمليات العسكرية والمناطق التي سيستهدفونها خلال هذا العام والعام القادم والعراق ليس أبداً ببعيد من هذا الكلام كله كل هذا الكلام وكل هذه التصريحات صدرت من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي صرح إلى موقع اسمه موقع والا الإسرائيلي وشف شنو اللي قال في هذا الصدد نقطتين مهمة هنا هدفنا المركزي هو تقليص التواجد الإيراني في الشرق الأوسط بالتجديد على سوريا ليس فقط في سوريا وإنما في أماكن أخرى هذه العمليات تحدث في كل أنحاء الشرق الأوسط أضاف حول العام القادم الذي سيحدث هنا العام المقبل سيكون مليئاً بالتحديات بسبب العدد الكبير من الساحات التي سيعمل فيها الجيش الإسرائيلي نحن في وضع فريد للغاية حيث أننا ننشط في ست ساحات فعالة واضحة الإشارات إلى طبيعة العراق بشكل غير مباشر توسيع الساحات أي بما معنى أنه ليس فقط في سوريا وفي لبنان أو حتى على مستوى غزة بل أنهم سيعملون على مستوى 360 درجة والعراق في هذا الموقف سيكون في خطر والمشكلة هنا طبعاً بالنسبة للعمليات الإسرائيلية أن آخر هجوم إذا ما ردنا نتذكر آخر هجمة إسرائيلية على الداخل العراقي هي كانت في نهاية شهر سبعة لعام 2021 يعني تقريباً قبل أكثر من شهر ونصف فقط صارت على هذا الموقع تحديداً اللي هو معسكر الديوك الذي يقع شمال غرب محافظة النجف على بعد 20 كيلومتر من هذه المحافظة العراقية المهمة وهذا المعسكر هو التابع للحجد الشعبي لفرقة الإمام علي القتالية هاجموها بالطائرات المسيرة مثل ما قلنا في تاريخ تحديداً 26 سبعة 2021 وحقيقةً كانت على مستوى ضربتين على هذا المعسكر وحدة والضربة اللي صارت طبعاً على مستودع للعتاد موجودة في هذا المعسكر لم يعرف حتى هذه اللحظة في هذا المستودع شنو اللي كان موجود من صواريخ أو عتاد أو غيرها ولكن الواضح هو عتاد بشكل عام وتمت الضربة بهذا الشكل والتحالف الدولي في حينها وحتى الأمريكان قالوا بأننا لسنا مسؤولين عن هذه العملية ولم تكن هناك ضربات في ذلك اليوم من التحالف الدولي في الداخل العراقي وفي الداخل السوري وبالتالي حتى الوسائل الإعلامة الإسرائيلية تداولت هذه الضربة بشكل كبير وبشكل غير مباشر من ما يوضح أنه إسرائيل وبشكل واضح هي كانت خلف هذه العملية وطبعاً كلام رئيس أركان الجيش الإسرائيل عن أن العام القادم سيكون مليئاً بالعمليات هي لا تأتي من فراغ أبداً بل هي تأتي لأمور مهمة جداً هم تحركوا عليها أيضاً في شهر سمع 2021 بعد يومين من هذه الضربة صارت عملية أبروف ومصادقة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة على رفع ميزانية الجيش الإسرائيلي وعطاها زيادة فوق الميزانية من أجل القيام بعمليات ضد إيران وضد فصائلها المسلحة الموجودة في المنطقة بشكل عام وطبعاً حتى نعرف تفاصيل هذه القضية وكم هذه الأموال اللي هم رفعوها الآن ميزانية الجيش الإسرائيلي لعام 2022 هي تقريباً 18 مليار دولار وأضافوا على هذا الموضوع زيادة 2.15 مليار دولار وهذه طبعاً 2.15 مليار دولار هي خصيصة لضرب إيران وفصائلها المسلحة ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في هذه المقابلة تحديداً قال أغلب هذه الأموال 2 مليار أكثر من 2 مليار دولار هي لمواجهة الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا حزب الله وكذلك في غزل لأن هم يعتبرون طبعاً حركة حماس جزء من هذا الموضوع يعتبرها منظمة إرهابية بالإضافة إلى ذلك أيضاً لمواجهة وواضح لضرب الفصائل المسلحة في الداخل العراقي لأننا مثل ما نعرف أن الفصائل المسلحة في الداخل العراقي هي تنتقل من العراق إلى الداخل السوري على مستوى الصواريخ وعلى مستوى العناصر فلذلك الآن الإسرائيليين هدفهم الأساسي من هذه العمليات بالنسبة لسوريا وكما قال هو بالتركيز على سوريا بالدرجة الأساس أن طائرات الـ F-16 سيكون لها دور عالي جداً في عملية دفع الفصائل المسلحة الموجودة في الداخل السوري إلى العمق السوري بشكل كبير من أجل تأمين هذه المناطق هم نجحوا في ذلك بحسب كلامة للرجل وحقيقة الفصائل المسلحة موجودين لكن نجحوا في إبعاد الصواريخ والتكنولوجيا التي تمتلكها الفصائل المسلحة هنا كذلك ضربوا عدداً من المخازن لحقيقة حزب الله اللبناني في الداخل اللبناني وهذا طبعاً هو الهدف الأساسي من هذا الموضوع بالنسبة لهم اللي طبعاً رح يخليهم مثل منقول يعملون على المنطقة بأكملها وهنا السؤال أين هي الولايات المتحدة الأمريكية في ظل كل هذا الكلام والتصريحات الفردية على ما يبدو من قبل إسرائيل القضية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن جو بايدن وإدارة واضحة مما قامت به بأفغانستان مما قاموا من تخفيف به في الداخل العراقي وتحويل القوات الأمريكية إلى استشارية أن الأمريكان دين سحبون ولكن عندهم مشكلة في سوريا أنه ما يقدر ينسحب جو بايدن أبداً بل أنه قد يزيد القوات الموجودة في سوريا وذلك لأسباب مهمة أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق حاول أن ينسحب من سوريا مرتين ولكنه لم ينجح وإذا نذكر وحدة من المرات من الانسحاب صار بها إدخال قوات إلى الداخل العراقي ولم ينجح أبداً دونالد ترامب وحتى خفف القوات إلى تقريباً 450 عنصر فقط من القوات الأمريكية ولم يتمكن وحتى وزير الدفاع جيمز معتس آنذاك قدم استقالته بسبب الاختلاف في الأراء مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض آنذاك وطبعاً هذا خلي جو بايدن فيما بعد رغم كل هذه الانسحابات أن تزيد القوات الأمريكية الموجودة فيها داخل السوري ووصلت الآن إلى 900 عنصر هذا آخر تصريح للبنتاجون عن عدد القوات الأمريكية اللي موجودة طبعاً شرق الفرات مع قوات سوريا الديمقراطية وهذه الزيادة لا تأتي فقط لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي أو المخاطر اللي بدأت تيجي من الفصائل المسلحة من الضربات الأخيرة اللي صارت على القواعد للتحالف الدولي اللي موجودة فيه شرق الفرات بل بالدرجة الأساس هي لمواجهة روسيا روسيا مسيطرة بشكل كبير على مناطق عالية عندهم حقيقة قاعدة مهمة جداً هم مسيطرين على البحر المتوسط بدأت سفن حربية تدخل لديهم استثمارات عالية ومسيطرين على أغلب ما تمتركه وما يمتركه نظام بشار الأسد عقود لتصل إلى 25 إلى في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 سنة مسيطرين عليها الروسي ذلك هذا نفوذ روسي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من مواجهته وأفضل منطقة لمواجهته هي في سوريا بالإضافة إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الإمكانية للانسحاب من هذه المنطقة ليش لأن هناك أيضاً نظرة أخرى أن الفصائل المسلحة إذا من سحبت الولايات المتحدة الأمريكية نظام بشار الأسد سيحاول اقتحام هذه المنطقة الفصائل ستحاول اقتحام هذه المنطقة وقدر روسي يدخلون أيضاً في اقتحام هذه المنطقة وبالتالي شرق الفرات ستصبح إليهم وسيضغطون عليها بشكل كبير وسيفتح أيضاً ضغطاً على أقليم كردستان ويفتح باباً جديدة على تركيا وبالتالي نزاعات هائلة جداً راح تصير في هذه المنطقة وفي الشرق الأوسط على هذا الأساس هناك نقطة مهمة جداً يجب أن نفهمها هذا الوضع للقوات الأمريكية في سوريا هو اللي جابر وضع القوات الأمريكية في العراق أن يبقوا بهذا الشكل وأن حتى العدد اللي هو الآن 2500 جندي أمريكي والمفروض بحسب الاتفاق اللي صار بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية أن ينسحبوا نهاية هذه السنة بالنسبة للقوات القتالية فقط وبالتالي من المفترض أن يقل هذا العدد ولكن إلى يوم أمس الواشنطن تايمز تتحدث بأن هذا العدد لن يتغير شوف شمالي قالت الواشنطن تايمز على هذا الأساس يوم أمس ستحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 2500 جندياً في البلاد لكنها ستعيد تسميتهم كمستشارين ومدربين عسكرين ليس واضح أن هذا العدد سيتغير إعادة تسمية لا أكثر ولا أقل سنرى ما الذي سيحدث في نهاية هذا العام القضية هذه أيضاً بالنسبة لسوريا وعملية الانسحاب هناك شخص اسمه برادلي بومن أحد أهم الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مؤسسة اسمها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات هذا الرجل قال أي انسحاب من سوريا سيسبب كارثة كبيرة جداً ومن يريد مواجهة روسيا والصين عليه البقاء في سوريا وحتى البقاء في العراق بحسب رأيه هو بشكل خاص وطبعاً هنا السؤال الأكبر أن إدارة وايدن تبحث عن الدبلوماسية في حل الأمور لا تبحث عن الأمور العسكرية كما هو الحال مع الإسرائيليين أو الإدارات الأمريكية السابقة وهنا النقطة الأساسية أن ما هو الحل المتوفر في يد الولايات المتحدة الأمريكية هي الاتفاقية النووية ومفاوضات فيينا تحديداً اللي هي طبعاً مرتقبة في جولة السابعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الواضح أن الأمور الآن بالنسبة للمفاوضات تجري حول القضية النووية بالدرجة الأساس الأمريكان يهدفون أن يصير التخصيب وينخفض إلى 3.6% بالنسبة للإيرانيين أجهزة الطرد المركزية يقولها حل يتفقون على هذا الموضوع والواضح بأن الأمر متوجه إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أما الصواريخ الباليستية تظل علامة استفهام كيف لإيرانيين أن يتخلصوا منها لكن هذه القضيتين مسؤولة عنها إيران بشكل مباشر لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك ولكن القضية الإسرائيل الآن تتحدث عنها اللي هي الفصائل المسلحة الإيرانيين مشكلتهم عند الحديث عن هذا الأمر هي دائما تقول بأن هؤلاء أصدقاؤنا هذولا موجنود إحنا ننطيهم تعليمات حتى يتحركون في المنطقة وهذه هي المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنه يا أمريكان اذهبوا وتحدثوا معهم تحدثوا مع الحوثيين تحدثوا مع هذه الفصائل افتحوا أبواب إذا تريدون ذلك ونحن سنساعد لأن هذولا أصدقائنا ولكننا لسنا مسؤولين عن القرارات اللي ممكن يتخذوها لذلك قضية الفصائل المسلحة يجب أن ننتبه بأن قضية العودة للاتفاقية النووية حقيقة فيها مشكلة كبيرة جدا هنا إنه قد تكون ليست سببا أساسيا في إنهاء هذه العمليات العسكرية المرتقبة للإسرائيلين والتي من الممكن جدا بحسب هذه الإشارات أن تطار العراق ترجمة نانسي قنقر